بسم الله الرحمن الرحيم نلواصل الآن تسجيل شابتر 1 من هيدروليك باور سيستمز التسجيل رقم 2 في التسجيل الأول كنا وصلنا إلى استعرضنا أنواع الهيدروليك باور سيستمز وفي الهيدروليك باور سيستمز في الانصار سيستم الهيدروليك Processم الهيدر Forschemic Power Systems زالة slowهثات سيستمز د هو التسجيل الأول ف 1995 لحضر الزمن بالت Keithman للتسجيل النيد ال落تسجيل الأول لحضر الزمن قدم كم وط 200 belt بعدين بداننا نتكلم عن الhydraulic circuit. إنه كيف تشكي؟ كيف تشتغل تطبيق، كيف تشكي؟ كيف تشكي؟ ويساعدنا أنه سابقاً قبل سنة 1969 ما كانش في تماماً كان في ترائلات لتريد المزيد من التجارة لكن ما كانش في تماماً و بالتالي كان عملية قراءة هيدروليك السيكت بالأسلوب اللي كان ساقد فيه حينه كانت عملية تديس من المزعجة للغاية لكن برائة المهندس والفن الحياة كانت تغلب عن نطق الضعف كنا نحفظ الفالف بطرازه لكن كنا نحفظ الـ construction بتاعه و الـ operation بتاعه وبالتالي في كل mode of operation of the system كنا نقدر نحلل و نستنتج من خلال الرسوم البسيطة جدا اللي كانت بترسم بها لهذه الـ power system حالياً المهندس اللي بشتغل أو الفن اللي بشتغل في هذه الـ power system لأنه بيستخدم الـ standard symbols اللي نقدر نفهمها من خلال السيستم التالي هنا لدينا package professional package بيعمل design للـ Hydraulic Power System ومش بس كده بتعمل الـ calculation الـ steady state mode of operation و الـ dynamic behavior لكن في الحقيقة أنا يعني فخصياً بعتمد عليها في الـ design و الـ operation of Hydraulic Power System أما الـ modeling and simulation and analysis of dynamic performance فليها عندنا أساليب أخرى يعني أنا بفضل استخدامه تعالوا نبدأ طبعاً مش هضيع وقت في أن أنا أكلمك على الـ symbol of the pump كل نوع شكل لأنك فهمك للـ symbol لأنه يمكن أن يرتبط بفهمك بوظيفة الـ pump هنأخذ العناصر الأساسية في بناء الدواير الـ Hydraulic نبدأ أولاً بالـ Hydraulic Tank الـ Hydraulic Tank رمزه بالشكل ده بس هنأخذ العناصر الأساسية لا يتحدث عن الـ Hydraulic Tank الـ Hydraulic Tank يجب أن يكون قلود لكن تحتوي على الـ يسمح بدخول الهواء وخروجه من الـ Hydraulic Tank إلى أتموسفير العكس وبالتاني وجود هذا الـ يجعل الضغط الداخل الخزان أتموسفير العكس إذا كان الضغط داخل الخزان أتموسفير العكس أو الـ Hydraulic Tank لا يتحدث عن الـ يسميه Open Tank والـ Open Tank هو رمزه المرسوم قدامنا هذا وهذا الغالب الأعمل لكن في حالات خاصة وخاصة في الطيران وفي الـ Aerospace الـ Hydraulic Tank بيكون قلود 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 ويجب أن يظهر على الـ ويجب أن يظهر على الـ ويجب أن تكون قلود وفي حالات خاصة تكون أنواع أخرى يبدو أولا أول شيء عندنا هنا الـ Hydraulic Tank يضرر في الـ أو في الـ ويجب أن تكون حالات خاصة بإستخدام الـ بإستخدام الـ الـ المتحدثة في الـ المتحدثة ويجب أن تكون مستخدام الـ المتحدثة المتحدثة يجب أن يكون مدخل الـ المتحدثة أو المتحدثة أو المتحدثة في الـ المتحدثة ويجب أن تكون المتحدث COMMISSION المتحدث وpielt أـ المتحدث الـ الـ المتحدث quently المتحدث المتحدث ، هذا ، الريض ، يكون إيبانياً عندي extracting motor relieve motor shaft Andrea Countless under pump shaft يكون ضخط ז some motor shaft rotates and transmits mechanical power to the pump shaft يكون التنية من الماد sympathetic من التنية حياناً بنتستخدم Sonhens وهناك حاط Pour В E capital يعني دي engine يعني internal combustion engine دولي نوعين الشائعين في الpower supply للهيدروليك pumps يبعا إذا نقرى الدايرة في داخلها حرف M ده electric motor mechanical transmission element ده motor shaft, pump shaft, coupling, pump البمت في الضوخ الأويل للهيدروليك circuit في المعتاد والمفروض إن أول element بيقابلنا على pump delivery line بيكون safety valve What is a safety valve تعالا هنشغل نشوف بس الoperating mode دي وبعدين نستعد الكوز إيه دي هين نبص كده البمت بتسحب الأويل من التنك بتسحب يعني البمت ساكس يعني بيحصل البمت بيحصل تتحب الأويل من التنك ويبعا بالتالي الضغط آل من ضغط الجوى فالتنك تتحب الأويل من التنك تتحب الأويل من التنك ومنه بيرجع freely إلى التنك المصاردة في المعتاد بيكون تتحب الأويل من التنك وبالتالي الضغط في مخرج البمت في الحالة اللي قدامنا دي في التصميم ده بيبقى 1.12 بار في المثال ده على سبيل المثال which is a very low pressure compared with the maximum pressure of the system اللي بيتعدى المعهد وبالتالي إحنا في المعتاد أيضا بنعتبر إن 1 bar exit pressure is a negligible pressure بالنسبة للبمت بالنسبة للسيستم وده بيسمح لها أنها نشغل فترات طويلة with the pump bypassed مباشرة إلى التنك الخطوط النائلة عادة بيكون عبارة عن خط متصل This is a power transmission element لما نلاقي ده the line This is a pilot line This is a control line ده بين two small power نجليجبول لكن ده بين المعلومة هنشوف عناها إيدي الوقت الـ element اللي بيقابلنا على مخرج الـ pump لو الـ pump element ده مش موجود شوفه يحصل إيه هنرفع الـ hydraulic cylinder نعزل كده في الوضع اللي قدامنا ده الـ pump exit line وصل لي في الـ upper chamber of the cylinder الـ lower line نقول ده الوقت أنه رجع إلى التنك أول ما الـ piston وصل لنهاية مشواره الـ then the pump exit line is completely closed لأنه عبارة عن pipeline وبعدين السلندر و السلندر is rigid body يبقى إذا حكم العرفة اللي بتضخي إليها الـ oil بقى محدود النوع اللي أنه نستخدمه من في الـ pumps في هؤلاء الـ power systems الـ pump بتبقى من نوع الـ displacement pump الـ pump بتضار بـ certain prime mover لو في الحالة الـ electric motor كل دوره الـ pump بتوزيح حجم معين من الـ oil إلى الـ system 10 سنتيمتر كيوب 50 سنتيمتر كيوب 100 سنتيمتر يبقى معنى كده أن الحجم المحدود ده من الـ oil كل دوره من دوران من دورات الـ driving shaft of the pump لبالك أن الموتر بيدور بسرعة ممكن تكون 1050 أو 2900 revolution per minute كل دورة الـ pump بتوزيح حجم ده يحصل معنى كده أن السائل داخل هذا الـ space بالكامل يجب يجب أن يتضغط عشان يستوعب وبالتالي حجم التعب يزيد سنشوف بعد قليل عندما نتكلم عن المتعبات الـ oil في الشاب ترتون إن شاء الله سنجد أنه لدينا مشكلة كبيرة جدا هنا لأن الضغط ممكن يزيد يصل إلى ألاف بس قبل ما نوصل لذين الأرقام لازم يكون حصل عندنا مشكلة إما إن الـ line ده بينفجر أو إن الـ pump بيحصل فيها damage أو الـ driving shaft أو الـ coupling ينهار أو الـ electric motor أو الـ motor بانس أوت لأنه الـ load heavy لكن هتحصل مشكلة كارثية عشان كده الـ displacement pump أو الـ element يقبلنا بعدها اسمه safety valve أو pressure limiting valve أو ما يسمى بلغة العربية سمام حد الضغط الضغط هنا إذا كان أقل من الـ level معين يبقى معنا كده إنه الـ system is safe وبالتالي الـ valve that is closed أما إذا الضغط تعدى limit معينة فبنسمع بصرايان الـ oil من pump exit high pressure line إلى tank to prevent further compression of liquid وبالتالي further increase of pressure وبالتالي نتجانب المشاكل اللي ذكرتها لحضركم إحنا دلوقت الهدف مش ننافهم الـ system يعني الكلام اللي نقلت ده هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده ونحسب إلى آخره لكن أنا اللي يهمني دلوقت هو how to read this symbol عشان أنا دلوقتي المفوض إن السيمبل أو الرمز 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 اللي هيدور للكلمة يقرأ how الـ valve هو الجسم المربعة هذا داخله فرعين فرع من الـ pump exit line وفرع مرجع للتانك السموم دور حالتين إما اللي يسمح باتصال الـ return line والوضع اللي قدامنا فلاحز إن السهم بعيد السهم ده لو تحرج بحيث بقى في الوضع اللي أنا بأتكلم عنه ده ده بقتي أو كده بالأسف ما فيش أقدرش أحول الماوس للـ كليزر في الـ سكرين دي لا كان بالشكل ده الفرع ده مش متصل بالتانك ده معناه إن نحن ما وصلناش للـ required pressure level وبالتالي الـ system is safe ومش محتاجين إن الـ safety valve أو relief valve أو صمام الأمان أو صمام حد الضغف كل دي اسماء فيه فرق بينهم لكن هو نفس الصمام ممكن يبقى كده أو كده حسب الموضع والـ operation يبقى الصمام ما نحنش محتاجين به الآن الصمام system is not subjected to high pressure السهم إذا بقى عشان يتحرك إلى أسفل السهم المعرض القواتين تلاحظ إن فيه هنا ده رمز الـ spring ده رمز الـ spring الـ spring كده ما فيش فيه أي adjustment الـ spring اللي عليه سهم فيه sitting هتعمل sitting ايه في الـ spring الـ spring هلا تغير الـ stefans بتاعته طبه مش ممكن هلا تغير free lens هلا تغير aware diameter كل ده مش وارد لكن تقدر تغير pre-compression distance بتاعته وبالتالي لما تحط سهم على spring معناه أنه initial compression distance محددة متحكم فيها وبالتالي الفورس اللازمة لأنه يتضغط أكثر من كده لازم تتعدى pre-compression force اللي هنا أثرنا به كلام كلامنا هندر جعله وتعمل setting relief valve وتفهم كلام ده كويس أو بعد لكن بإذن الـ spring بيأثر إلى أعلى عشان يرفع السهم بعيد عشان يمنع اتصال high pressure line وإذا الضغط في high pressure line زاد المعلومة دي بتتنيل هنا بنقول أن في عندنا higher pressure بيؤثر بforce على السهم لبالك أنا بتكلم على السهم بعد ذلك بنكلم على physical elements بالتفصيل وفي الحالة دي القوة الأكبر هي التي تتغلب إذا كان spring force أكبر من pressure force يبقى ليس مصنعش للpressure المطلوب أو نقولها بطريقة ثانية إذا pressure is less than the pressure limit يبقى spring متغلب يبقى ما فيش flow إذا the pressure increases and exceeds إذا ما تشعر الـ pressure will overcome the spring force يبقى ما يتحرك إلى أسفل ويوصل ويعمل limitation للpressure تعالى نشوف الكلام الضغط ويعمل الضغط ويعمل الضغط ويعمل الضغط 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 ويسامح باستغر ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل باستغر على ضغط على ضغط أكثر من 168 bar تعالى نشغل كده في الوضع كده أول موصل لنات مشواره no flow الضغط يبقى 168 bar وعكذا إذن relief valve الرمز ده مقرؤ هتلاحظوا بعد قليل عندنا sequence valve عندنا push reducing valve الصمام الرمز بيتشابه لكن يمكن التميييز بينهم إذا فهمنا التي تصمام إذن أول صمام هنا هدي safety valve نسيت أقول لكم أنه هتلاحظ هنا 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 ثلاثة ثلاثة حقيقة حالات نادرة أن يكون أكثر من خزان والحالات تكون مبررة لكن في المعداد وسيء هيدروليك هيدروليك لماذا تبسيط طالما أنا من النقطة دي الويل رجع للتانك ومن النقطة دي فبدل معقد ممكن يكون فيه 10-12 جزء بيرجعه الخزان بدل ما كل الأجزاء دي ترجع وفيه غابة من الخطوط دخلة للهيدروليك تانك يعني إذا تكرر الهيدروليك تانك ليس معناه أن الهيدروليك فيزيكالي فيه أكثر من هيدروليك تانك في المعداد ممكن يكون أكثر والحالات يجب أن نفوكس عليها لكي نشرح لماذا تستخدم أكثر من هيدروليك نخرج نخرج وفيه هنا حاجة اسمها الهيدروليك ترجع أنا عندي هيدروليك سلندر حركتي الهدف أنا عاوز هيدروليك سلندر يبقى لها ثلاث حالات تبصي كده هيدروليك ممكن أعمل أنزل أو أثبت أو أرفع تاني أنزل أثبت أرفع عندي هنا ثلاث حالات مرة أعاوز أوصل الضغط في هذا الاتجاه والرتين لين كده يبقى الهيدروليك سيرفع الهيدروليك يعني حددت اتجاه حركة السلندر أبواردس أو أن أوصل فرع الضغط هنا والرتين لين هنا يبقى المفروض أنه هتتحرك إلى أسفل يعني أو أن أثبت الهيدروليك سلندر في أي وضع كبير عندي هنا ثلاث حالات إيه العنصر اللي بتغير في التحكم أو Direction of Motion وبالتالي السمامة هو اللي بيتحكم في Direction of Motion أرى كده السمامة مدام بيتحكم في Direction of Motion فبالتالي يسميه Direction of Control يتكون من إيه داخليا داخليا لا تكلمش في details of the construction لكن وظيفته إيه متصل بأربع أربع أفرق واحد وين ثلاثة أربع الفرع ده عادة بتكتب جنبه حرف P الفرع ده بتكتب جنبه T تانك ده A و B إذن السمام متصل بأربع أفرق بيوصلهم بكم طريقة في المثال ده وهو ممكن يوصلهم بثلاثة بثلاثة أحيانا أربعة هنا له ثلاث حالات بيقول له ثلاث أو ضع في الوضع في الوضع ده في الوضع ده في الوضع ده في الوضع ده بيعمل إيه بيوصل الـ pressure line بإيه بيوصل B بالتانك يبقى الضغط وصل لنا التانك وصل هنا بيرفع لفوق أو هنا قافل الـ line A قافل الـ line B قافل الفرع ده إذا افترضنا إذا افترضنا لا تفترضنا لا تفترضنا لا تفترضنا أنه قافل الفرع ده تماما معنى كده أنه عمل ترابنج للـ oil في الغرفة ده يعني الـ oil هنا محبوس وطالما الـ oil هنا محبوس والـ oil هنا is also trapped أو مولاق يبقى معنى كده وبما أن قابلية السائل للإنضاءات محدودة للغاية فنحن عملنا الـ 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 بحيث بقى الـ في هذا الوضع طيب إذا كان عندي مشكلة في الموضوع ده وفيه تسريب في الصمام ده وفيه لنا شغل تاني ازاي نعمل precise holding الـ لكن الـ بالشكل ده قدر يحرك إلى أسفل أو إلى أهل depending على الـ وكان الـ واحد اثنين ثلاثة في كل مربع من دول مرسوم طريقة التوصيل مختلفة يبقى أول حاجة السوان ده حيث arational control valve Directional Control valve أنا بنقول Directional control valve هذا أ 4 by 3 Directional Control valve 4 ways 3 positions لا ننسى. 4 ways من等一下 3 positions الحد الأدنى أني يكون 2x2 يعني فرغيين وضعيين وممكن يبقى أكثر من كده الأوضاع ممكن تبقى ثلاثة وإكسوكشن عربعة عدد الأفرق ممكن يزيد زي ما عاوزين depending على الديزاين of the valve يبقى عندي هنا four ways three positions طيب التحكم بيتم ازاي؟ في المثال ده أنا بتكلمش عن الصمامات direction control valves بالصفة عام هم بتكلم هنا وليه باشرح الـ example ده بذلك الـ example ده بنفهم منه فكرة قراءة الـ hydraulic symbols وفي نفس الوقت ده الـ example r.9 and t.v. exercise اللي حضاراتكم هات حلو عرفنا الثلاثة أوضاع عرفنا الثلاثة position فيه هنا two springs وجوتهم in the absence of any external excitation لما ندخلش بيخلي الـ valve في الموادع ده يبقى معنى كده ان طالما هم ما اصطرناش هنا بقى فيه عندنا التحكم بيتم بـ electric fulenoids electric fulenoids عبارة عن مستطيل فيه شرطة ميلة الحافة العليا ميلة ناحية اتجاه التأثير ونفس الحكاية هنا بمعنى إيه؟ إن لو وصلت التيار الكهراء بالـ electric fulenoids ده يبقى في الوضع ده لو وصلت بـ ده يبقى في الوضع ده لو ما وصلتش التيار بالـ 2 يبقى الـ centering spring سيحفظ عليه في neutral position اللي يبقى احنا في الوضع ده يبقى معنى كده إن أنا لو وصلت الكهراء بالصمام electric fulenoids عيسر فانا قلنا على الوضع اللي جمع الأيمن فانا قلنا على الوضع اللي جنبه في النوص سيبقى معنى كده ما وصلتش التيار بقى ايهم وبالتالي احنا في الوضع اللي في المنتصر يبقى this is a four way three position direction control valve لو حبيدت أراها قراءة كاملة لنقول this is a four way 1,2,3,4 three positions 1,2,3 spring centered direct controlled by electric fulenoids directional controlled يبقى كده انت وصفت system ده كله على بعض ال element ده نطلع لفوق نبدأ الوضع هيدوليك سيلندر هيدوليك سيلندر بتتكون من cylindrical body piston البستون عليه oil seals عشان تمنع التسريب الداخلي بين الغرفتين ولوه piston rod ونهاية piston rod بيبقى فيه attachment لتأديث وظيفة او تثبيت او تحريك الجزء المطلوب تحريكه الهيدوليك سيلندر في المثال ده هتلاحظ ان فيه سامين وقدين لون اسود ده بيقول ان واذا كانت الاسوم دي مجوفة هلبها ابيض فدينيوماتيك سيلندر في المعتاد ما بنحتاجش لديه طالما احنا بيكلم على الهيدوليك سيستم واضع لده كله اذا هيدوليك سيستم لكن لو لقيت السام مجوفي يبقى damage pump ده كمبريسور ولو لقيت السام ده مجوف المثلث مجوف يبقى ايضا لكن بما انه في المعتاد بيبقى هيدوليك سيستم منفصلة عن النوماتيك سيستم وهيدوليك سيركت منفصلة عن النوماتيك سيركت فبيرسم دائرة لده والدائرة لده وبالتالي الاسهم ملياش معنا لان طالما دي pump وايكباري لازل تخبقى السام ده عشان بيحدد اتجاه يبقى اذا ما بتترسيمش بيقى السامين دول لكن موجودهم لا يضر يبقى اذا ندير هيدوليك سيريندر يبقى سيريندر يبقى سيريندر يبقى سيريندر هناك جزئين بتمثل علاصر مهمة هناك خانق اما بحط السامين دول معناه ان المصار ده ما هوش متواصل لا ده هناك اختناق فيه الاختناق ده ممكن يكون ثابت او عليه السام يعني متغير لكن عندنا هنا في السيستم ده هتطلق دين ودي لك اوبشن انك تقدر تغير الاريا دي كبيرة اوه اشوف سرعة النزول سريعة مش كده تعال تاني تعال بص كده لما افلنا المحبس ده تماما انا وصل كده تاني فيه هنا على التوازي فيه حاجة اسمه يسمح بيسمح باسترام في الاتجاه ده ولا يسمح باسترام في الاتجاه العكسي عاوزكم ترأبوها واحنا نزلين الاويل مش هيسر من هنا يبقى ده قافل لكن هيسر من خلال الخانق ده بص كده باسترام في الاتجاه نزل باسترام في الاتجاه باسترام في الاتجاه باسترام في الاتجاه تابقوا في الاتجاه العكسي تعال بص كده لا يسمح بالصريان فالفلو لازم يمر من هنا نشوف نفتح ده الاول فتحة كبيرة معنى كده انها تسمح في فلوريت عالي يعني النزول هيبقى سريع جدا ها الاريا كبيرة تعال نقنق شوية نخلي الاريا الضيادة هننفع ننزل ثاني ثاني هنرفع ثاني هننزل ثاني ثاني هننزل ثاني معنى كده ايه ان انا حطيت هنا بيعمل ايه اذا كان الفلويد في الوه يسري من خلاله بيقلق الفلوريت زي بذبطه انت بتقسره الشكل الصبح لما بتقفل حنفة بتقفل على فعامة بتقفل على فعامة بتقلق أو ما بتبقى أقل تفتحها اكتر بتحصل على الفلوريت أعلى لكن هنا اللي اتنين دوم مع بعض بيقولك ايه اذا السريان كان جاي في هذا الاتجاه فالاول هيسري فريلي في هذا الاتجاه يعني هنرفع بالماكسيوم سبيل وإذا كان السريان جاي في هذا الاتجاه فالما صار ده معلق then the oil is forced to flow through this throttling element فإنت حسب ما انتظبت إذا كانت الارية أعلى يبقى الفلوريت أعلى يبقى اللورينج سبيل أعلى هذا هو فالفلوريت هذا هو فالفلوريت هذا هو فالفلوريت هذا هو فالفلوريت هذا السيستم ده حضرات ده اللي انت هتدرسه لكن عشان يدرسه يبقى لازم تدرس كل حاجة في السيستم نحن نرسى بقول فتحي عليه ما يعرفش عن إداريكسر كنترول فيه ولا ايه اللي بيحصل جواه ولا هاو تكالكوليت هاو تكالكوليت طيب أول مثال هاولك إيه؟ أنا أريدك تدرس اللورينج مود اللورينج مود اللورينج مود ايه اللورينج مود اللي هي دي كده يعني ايه يعني إن إيه ده ده اللورينج مود اللورينج مود لازم يكون فيه تانج وفيه موتور وبعدين البومب هتضخ الأول في هذا الاتجاه بس يتوصله مباشرة للغرفة العليا وبعدين الغرفة السفلة هترجع مدام ده مقفول هشيله خلاص لكن الثلوط الفالف غير مهمل وبعدين هنا هوصل بالتانج أعملت الفلتر أو اللصص فيها هشيله أعملت اللصص في ديريكشوال كونترول فالف أشيله يبقى السيستم بتاعنا عاوز تواصل كالآدي ده جزء متكامل هم أعمل ايه؟ أفتح اللايبراني صعب فيها صحيح وأنتهي صحيح 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و اتضحي الثروة الفلت و اتضحي الثروة و اضعه الان وروح موصل ده كده حين بقى في حاجة ال View في حاجة اسمها ال Connection Ports عشان يبقى Connected لازي بداي يبقى لونه اسود وفي نفس الوقت انا هعمل ايه هتوصل ده كده عشان هتضخ قيل هنا لان احنا بكلم على Lowering Mode وبعدين طالما انت بتكلم على Lowering Mode يبقى اذا الخط ده كده لازم يمسل يبقى ايه يبقى ايه بالتالي هجيب كده قط واعمله هنا paste وهوصل التانك كده يبقى ايه يبقى انا دلوقت ال Pump بالضخ ويبقى ايه ويبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه ما فيش ايه تعمل 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 انا كده اوصل 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 تعمل تعمل هنا لا يوجد طريقة ان نقوم تعمل 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 فقط طبيعتي ولمان تعمل لانه تعمل اصاب ليت والموض واني تعمل ايه قريب طبيع و 빵 حالة لنا بحلها. وبالتالي من هنا بعد ما ترسم الرسمة دي تعال بقى نتناقش في حال المسألة ودي هتم إن شاء الله لاتر اون. لو نرجع ناخد هنا نقفل ده كده. لا ترسم الرسالة لكي نفتحها مرة أخرى. من هنا. شابتر 1 التوميشان استوديو أدى الإجزامل بتاعنا. سوف نتكلم على الليفتنج مود. في الليفتنج مود تعال نشوف ايه اللي مش مهمن. في الليفتنج مود البمب بالضخ الأويل للدريشة الكنترول فالف مالوش لزوم يبقى نشيله. لأنه قولنا. نشوف المسألة في كل المسألة. يبقى قدر أشيله. الفلوت بعد كده بيلاقوا الدم ومصارين. مصار مخلوق ومصار مفتوح. هيمر من فيهم بالمصار المفتوح. يبقى إذن ده كله مش موجود. يبقى في الحالة ديها هعمل الآت. ده إيش عن كنترول فالف. مفيش لوسوس فيه. ديليت. الترطل تشيك فالف. مفيش لوسوس فيه. ديليت. هيدرول لك فلتر موهمن. ديليت. هاخد بعد كده ده كده ها. اوصل ده كده. وبعدين هاخد التانك كده. معنى كده إن المود اللي معانا دي. this is the load lifting mode. لما هتشغل. طبعا ما فيش system بالشكل ده. لكن أنا عاوز أحسب system parameters in the load lifting mode. فبشغل كده بص هيحصل إيه؟ تطبيقه. تطبيقه. هنا عندنا مشكلة إن ده كده ها. مش واصل. تطبيقه. تطبيقه. هي أي system. أي line مش واصل. ما بيشغلش simulation. عشان كده في الحالة دية الحضارات بنعمل إيه؟ أولا بعمل view لل connection ports عشان أتأكد. هتلاحظ إن هنا ال connection ports ده باللحمر. فلما وصل وكده. وكده يبقى واصل. راح اللون الأحمر يبقى ده متصل. هنا على سبيل المثال. في حاجة باللون الأحمر يبقى ده مش. انت اللي هيدروليك system. لو فيه element ما هواش واصل. أو port مش connected. أول ما تشغل الدنيا هتضيع. اللي هيدرول كوي اللي هيوقع. وعشان كده السيستم ده بيمنع simulation إلا في real conditions. نقوم بعملنا كده. ونشغل بقى كده. هتلاحظ إنه بيرفع. أو ما أنا أقدر أرسم الرسم دي. لأنه هنا البامبر بتسحب من التانك. بدخل السيستم إلى منها بيرفع. طيب معنى كده أن الرسم دي هي اللي أقدر استخدمها في الحسابات بتاعتي. يبقى إذن المسألة رقم تمانية والمسألة رقم تشعة. فيهم key point. طبعا الكلام ده هيبقى subject. وأنا هنقش معكم الكلام ده في ال consultation اللي جاية مباشرة إن شاء الله. في الموعد اللي هتحددوه حضرتكم لي. أخيرا السيستم بتاعنا فيه بعض المعلومات اللي هي نقدر نتابعها معلومات ثقافية. هنا بعض استخدامات الهيدروليك بوار سيستم في المكابس في المشين تولز في الإيركرافت في الزراعة. على فكرة كليات الزراعة فيها في بعض الكليات تخصص الكور فيها هو شغل هيدروليكس. وبيدرسوها كما انتم تدرسوها بالضبط كموانديسين ميكانيكية. ويطلقوا حل المنسائل ويطلقوا حل كل حاجة. والكتاب ده مستخدم عندهم على فكرة. في المارين طبعا. الأوتوموتور طبعا. احنا عندنا العربية العادية بتاعتك فيها الفرام الهيدروليك. الستيرينج هيدروليك. الترانسميشن هيدرو دايناميك. في عندنا شغل كتير في العربية في الموتور ديك اللي معاك. الأويل فيلد ايكويبمنت فيه المليتر أبليكيشن. المضرعات والمدافع الاخير. وطبعا الطائرات الاخير. فيه ليفتس فيه كرينز الليفت. المساعد فيه المساعد هيدروليك. والكرينز او المشي الضخمة اللي موجودة عندنا الاخير. فبيحدد لك. شوف هنا. كام فيلد فولي دوميناتد يعني ايه؟ يعني الباور يوز هيدروليك باور. هتلاقي ادي واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. حداشر. اتناشر. وتقريبا 14. نظير. خمسة. يعني كده هيدروليك باور. كده هيدروليك باور. واستخداماتها واسعة للغاية. ينظر انك تلاقي. ينظر انك تلاقي. ينظر مشان الله مش هتلاقي مصلع. فيه. باور ايكوبمنت من غير ما تلاقي فيه. هيدروليك باور سيستمز. ده الإجزامبل اللي كنا بنقشه من شوية. طريقة الرسم بتاعته. وبالشكل ده. انا انهيت المحاضرة. او التسجيل الثاني لشابطة الروم. ترجمة نانسي قنقر.